قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن الوزارة تعمل على توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في جميع مرافق المياه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مستوى التزويد المائي وتخفيض الفاقد وأكد أبو السعود خلال فعاليات معرض المياه على أهمية الدعم المتواصل من فرنسا خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات قطاع المياه في مجالات التشغيل والصيانة من جانبه السفير الفرنسي لدى الأردن قال إن المعرض يهدف إلى توعية الرأي العام الأردني في تحديات ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتوي على واحد في المئة فقط من مجموع المياه العذبة في العالم بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل اللاجئين والتغير المناخية جانبه الفرنسي شريك مهم جدا بقطاع المياه يعني من أيام مراحل اتفاقيات الدي سي كان لهم الاف دائلو دعم كان في تمويل الدي سي من 2006 إلى 2018 صار الجانب الفرنسي دافع حوالي مليار ونص يورو إلى قطاع المياه وهم بشكل تقريبا حصتهم معنا بقطاع المياه 45% فشراكتهم مهمة جدا وبتدعمنا